فقرة بالعقل النهاردة كان في اجتماع ترقصه المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي مع وفد اللجنة المنظمة لبطولة الدوري الإفريقي اللي حتنطلق بمباراة الأهلي وسيمبا يوم 20 أكتوبر القادم زي ما حضراتكم شايفين الحقيقة أننا هنا حقف عند نقطة مهمة جدا ترحى المهندس خالد مرتجي في الاجتماع المهندس خالد مرتجي قال لهم كده قال لهم يا جماعة احنا عندنا الأجندة الدولية قبل مباراة الأهلي الافتتاحية بالبطولة مزدحمة جدا كمان الدول التاني كمان إقامة المباراة عصرا ودي شرحتها اللجنة وهوضح لحضراتكم وده انفراد لينا الحقيقة حتى قبل اتحاد كرة القادم ما يعلم منتخب مصر هيلعب مباراتين وديتين في أبوظبي الأولى أمام منتخب زنبيا والتانية أمام منتخب الجزائر أعتقد يوم 16 وحاليا اتحاد كرة القادم بينهي الاتفاق الرسمي ولكن زي ما قلت لحضراتكم قبل كده من أسبوع تقريبا مربط الفرس هنا فين في موعد مباراة الجزائر اللي أنا عارفه ان هي هتكون يوم 16 أكتوبر قبل نهاية الأجندة الدولية بيوم واحد أنا هنا ما بقولش مين يروح ومين ما يروحش مبدأ الأهلي ثابت لا يتغير الأولوية دائما لمنتخب مصر ومش هعيده يزيد بقى في هذا الأمر لأن محدش يقدر يزايد على النادي الأهلي لكن اللي عاوز أقوله لماذا لا يكون هناك تنصيق مباشر ما بين الجهاز الفني لمنتخب مصر والجهاز الفني للنادي الأهلي ولكل الأندية مش للنادي الأهلي بس وأن يكون هناك استعاب لضغط المباريات حرصا على اللاعبين ما هاللعابة دي هتجيلك مش قادرة هتروح لمنتخب مصر بعد كده مش قادرة لأنهم في النهاية لعبة منتخب مصر لعبة الأهلي والزمال كلهم لعبة منتخب مصر هم ثروة الأندية وثروة منتخب مصر ولو في مشكلة عند الكاف فالمانود بالتعامل مع الكاف هو اتحاد الكرة المصري مش النادي فياريت مجلس صدارة الاتحاد يتكلم مع الكاف ويفتح خطوط حوار مع مسؤولي المسابقات في الكاف يا جماعة ما يخلوها يوم 21 وانا لعب يوم 15 وتبقى الاسبوع ده كويس جدا مش هيحصل حاجة يعني أنا مشفق على كل اللاعبين ولعبت النادي الأهلي تحديدا لأن كنت فيهم من الأهم مكانهم وعارف يعني ايه ضغط المباريات ويعني ايه لعيب يلعب 90 مباراة في موسم واحد حاجة مهلكة ايامنا احنا كنا بنلعب 60-65 مباراة في الموسم والواحد ما كانش بيقدر وما كناش بنخرج من البيت اتمنى التنسيق يكون سواء مع منتخب مصر والأندية واتحاد كرة القدم والكاف والله العظيم تلاتة موضوع بسيط يا جماعة نسق مع بعض عشان نصل الى ان لعبت المنتخب دول يعني لعبت منتخب مصر هم لعبت الاهلي والزمالك وبيراميدز وكل الأندية المصرية وبالتالي يكون لهم او قادرين ان هم يلعبوا مع منتخب مصر انت عندك الاجندة الدولية وبعد كده عند الاهلي بطولة السوبر الافريقي لو وصل للمباراة النهائية هيلعب لغاية يوم تسعة احداشر على ما اتذكر بعد كده عندك تسعة احداشر بعدها عندك كاس العالم للأندية هتلعب بعد تسعة احداشر مباراة الدوري اللي اتأجلت لك هتلعب تلات اربع مباراة فيه وقت مضغوط جدا ثم هتروح تلعب في كاس العالم للأندية وبعد كاس العالم للأندية هتروح تلعب لعبة اللعبة دول هتروح لمنتخب مصر علشان يلعبوا في كاس الأمم الأفريقية طب دول حيبقوا قادرين وإحنا حيبقى ساعتها في شهر واحد ده نص الموسم حيبقوا قادرين يتحركوا حيبقوا قادرين يجروا مع منتخب مصر هو ده لأنا بس حاله أن يكون هناك تنصيق بدل ما تلعب مباراة الجزائر يوم 16 تلعب يوم 15 وبدل ما الاتحاد الأفريقي لو تواصل معه الاتحاد المحلي المصري مع الاتحاد الأفريقي وقال له إلعب بدل يوم 20 إلعب يوم 21 حيبقى فيه أسبوع عندك تقدر تريح فيه لعابتك لو الاتحاد الأفريقي مرضيش فإيه المشكلة لما اتحاد كرة القدم المصري يلعب المباراة يوم 15 إيه اللي حيحصل إيه الفكرة حد بس يطلع يرد علينا ويقول لنا المهندس خالد مرتقي بالمناسبة النهاردة طرح كل هذه الأمور واتكلم معهم على الرغم من هو مش دوره كنادي لكن هو بيطرح الأمور كلها علشان يكون التواصل الرسمي بعد كده من خلال اتحاد اتحاد المصري لكرة القدم وأنا بشكر دايماً المهندس خالد مرتقي لأنه في مثل هذه الأمور بيكون له دور ودور كبير جداً جداً زي ما حضراتكم شايفين في الصورة اللي إحنا جايبينها الرجل بيكلم الإنجليزي بمنتهى الطلاقة بيكلم فرنساوي بمنتهى الطلاقة وبالتالي بيقدر يوصل كل اللي هو أو اللي النادي الأهلي عايزه بمنتهى الأريحية أتمنى أن كل هذه الأمور تنتهي وأن يكون هناك تنسيق إن شاء الله خلال الفترة القادمة في كل هذه الأمور عموماً وصلنا دلوقتي لفقرة صنعة في الأهلي